نروح لمراسلنا من ملعب برا كريم أحمد ونعرف منه آخر مستجداد سهل الخير يا كريم مباراة لتشكيل الخاص بفريق النادي الأهلي اللي احتياطي يبدأ معاك بتشكيل فريق النادي الأهلي خط الدهر طبعا بحراسة المرمى الشناوي خط الدهر من الشمالي اليمين علي معلول أيمن أشرف محمود متولي محمد هاني في المنتصف عمر السلية وديانج على الأطراف جونيور أجايه أمامهم محمد مجدي أفشا وأيضا جيرالدو ومروان محسن في الأمام أيضا كمان الاحتياطي الخاص بفريق النادي الأهلي حمدي فتحي وليد سليمان علي لطفي بجي أحمد الشيخ محمود وحيد وأحمد فتحي مصطفى شبير ومحمد فخري كل الأمور الحمد لله كابتان أيمن ماشي بشكل رائع وطيب جدا لفريق النادي الأهلي بالنسبة للإستعداد بالنسبة للتدريبات الأخيرة وبالنسبة أيضا كمان لتواجدهم في فندق الإقامة وكان متواجد طبعا زميلي شريف شعبان صباحا في فندق الإقامة رصد كل الأخبار وكل الكواليس الخاصة بفندق الإقامة لكن في ملعب المبارد أمر مختلف شوية التجهيزات والتنظيم على أعلى مستوى بالنسبة لفريق النادي الأهلي وعايز أكد على النوطتين مهمين جدا كابتان أيمن زي ما شفنا في الدوريات الأوروبية وفي البطولة الأوروبية صوت الجماهير اللي كان متواجد في كل لحظة وفي كل هجمة أو في كل كورة خطرة هنشوف الكلام ده لأنه كان فيه بيتامن عليه بروفات قبل طبعا لحظات بسيطة جدا أنه مع كل هجمة هتقدر تشوف صوت تشجيع جمهوري للنادي الأهلي صوت الحماس بتاع اللاعبين ودي حاجة طبعا أكيد لوضع اللاعبين في الجو الخاص زي طبعا دوريات الأوروبية كلها ودي حاجة أكيد تحصل طبعا لالتحاد الكرة وأيضا كمان لإستاذ القاهرة بالكامل أنه هناك تجهيز كبير أنه يكون محسسين اللاعب أن هناك جمهور متواجد محسسين اللاعب أن يكون فيه بعض القرات الصعبة بعض هجمات الأهداف طبعا يكون فيها تشجيع كبير جدا كلها طبعا حاجاتوا عبارة عن ساوند سيستم داخل استاد القايرة لكن لفتة إجابية ومهمية جدا طبعا احنا حابين نتكلم عليها أيضا كمان التعقيم كان بالكامل نادي الأهل النهاردة قام بتعقيم استاد القايرة بالكامل المداخل من خارج طبعا دكت اللاعبين أو الدكتة اللي خاصة به اللاعبين العدد تسع أفراد فطبعا الأمر يكون يعني فيه مجهود كبير شوية على العاملين في نادي الأهل وعلى التنظيم لكن الحمد لله كل الأمور مش بشكل رائع وبنتمنى إن شاء الله كابتن أيمن يكون أول ثلاث نقاط فيه نصيب النادي الأهل إن شاء الله أنا معكا كابتن أيمن لو فيها استفسارات حد عنده استفسار يا شباب فيش حاجة كابتن أعلى كابتن ياسب شكرا يا كريم